وأهل عمان خدموا العلم كما خدموه تجسيدا وواقعا في الحياة خدموه تدوينا كذلك فهم كما قلت أول مدونة كانت عمانية وأضخم مدونة نظمية عمانية أول مدونة فقهية هي مدونة جابر بن زيد رحمه الله كما تقدم وقربعير أو عشرة أبعرة وآخر مدونة نظمية آخر كتاب فقهي نظمي كان عمانية ولما ذكرت لي أحد الفضلاء في الجزائر أقول له ولم تلد ولم تلد أرحام النساء من سيفعل مثل هذا الفعل اعترض عليه قال لم تلد يمكن لكن لن تلد صعبة هذا حكم يعني لما قلت ذلك ذكرت لعن كلام الشيخ ما هي هذه المنظومة منظومة الشيخ محمد بن شامس البطاشي التي نظمها في ثلاث سنين أرجوزت سلاسل الذهب في عشرة أجزاء امي واربع وعشرين ألف بيت الآن في زمانك هذا زمن الشاب أروعين ساعة على ما يسمى بالواتساب أروعين ساعة هنا تأخذ ومن يفرغ مني سعى الإنترنت وسعى الفضائيات هذا متفرغ حالعلم ولا تعلم أن ينظم بي واربع وعشرين ألف بيت فأقول حتى الزمن القادم لا يستطيع أن يلد أمثل هؤلاء الرجال الأعظم قال فعام اثنين ثمانين لقد شرعت فيه مستعينا بالصمد وعام خمسة ثمانين إلى ألف ثلاث ماءة قد كمل هذا بالهجر طبعا أسميته باسم سلاسل الذهب حوى الفروع والأصول والأدب جعلته في عشرة الأجزاء وعدها لم يأتي بالسوائي بل بعضها أكبر من بعض وقد جاء جميع النظم حصرا إذ يعد مئة ألف بالعداد الوافي عشرون مع أربعة الآلاف بعد أنبياء ذي الجلال ورسله ذوي المقام العالي ميو أربعة وعشرين ألف بيت في اليوم الواحد كان ينظم ألف بيت تعرف اللي هذا الرجل مخلص كان ينام في اليوم ثلاث ساعات فأربعة وعشرين ساعي ينام ثلاث ساعات فقط لا سوى والباقي مع الله سبحانه وتعالى هذه آخر هذه الجهود العلمية دع بعد ذلك ما بينهما ما بين أول مدونة وآخر مدونة نظمية قلت ما بعد ذلك لما لقيت أحد طلبة العلم الأخوة الحنفية في مكة قال أخبرني أنكم الإباضية أنت واش عندكم الكتب قلت لبيان الشر عندنا في ثلاث وسبعين مجلد الشيق ثلاث وسبعين مجلد يعني أنت وقعت قلت جزء وجزءين ثلاث وسبعين ألفها واحد قلت لا الشيق رحيم إبراهيم الكندي الشيق رحيم إبراهيم الكندي صاحب بيان الشرع ثلاث وسبعين مجلد من كان مدخرا كنزا يفوز به فحسبه ببيان الشرع في الكتب أخلصت حبي له من بين جملتها من غير غمطيلها في الفضل يا ابن أبي يقول الشيخ السالمي ولازمن لبيان الشرع حوال أصول عند كل فرع قتل قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة فواحد تسعين مجلد قال لا إله إلا الله قتل هذا الواقع واحد تسعين مجلد كتبه صاحبه ثلاث مرات عمان هذا قتل عماني حتى النخاع عماني قح الشيخ جميل بن خميس السعدي رحمه الله تعالى من القرط كذا حبني لو صنعه هنا نعم في واحد وتسعين مجلد وكتبه ثلاث مرات تهى المرة الأولى والثانية والثالثة هذه ما من تناطح الجوزاء وتزاحم الشمسة في الجلال بعد ذلك ما بينهما منهج الطالبين مصنف أربعين مجلد ومنهج الطالبين في عشرين مجلد هذا الكتب هذه شيء عجيب ومكنون الخزائن والجوامع جامع بن جعفر وجامع أبي الحواري وجامع أبي الفضل بن الحواري كتب في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وما توقفه القرن الثالث عشر هذه المطولات والمسوعات الفقهية النظمية والنثرية خدم العلم خدمة يعني عضي اليوم العصر كنت أقول للإخوان أقول منذ القرن الرابع كانوا يعنون بالعلم والتعليم حتى أن ابن بركة في زمانه أنشأ مدرسة هي أول مدرسة داخلية في التاريخ الإسلامي ككل لأن هذه المدرسة الآن تتهدم آيدة للسقوط الآن آيدة للسقوط وقد تتساقط إذا لم تتداركها الأيد المعنية بهذه الأمور قد تسقط مع أهميتها العظمى والكبرى كانت تخرج أفواجا من طلبة العلم من المشرق والمغرب مدرسة بالمباركة ينضحون علما يقول أحد وقفت على ترجمة كيف الطبقات لأحد مشايخ المغرب يقول يقول وقفت أنا وشيخ لي على مسألة فيها قولان ولم ينصبهما ذكرنا في المسألة قولان ولم ينصبهما فدخلت الديوان الديوان يعني المكتبة فبحثت في تلك الكتب بقيت تقريبا يقول أربعة أشهر وأنا في المكتبة هذه أبحث عن هذين القولين وعن من قال بهما فأحصيت كتب المشارقة كتب العمانيين في ذلك الوقت كتب العمانيين في مكتبتي فقط في المكتبة التي أنا فيها فوجدتها أكثر عن ثلاثين ألف كتاب في مكتبتي فقط يقول هناك عندهم ثلاثين ألف كتاب وجدتها في المكتب دعا بعد ذلك الكتب الأخرى التي هنا فالعمانيون خدموا العلم خدموه عملا وخدموا الإسلام وخدموا العلم وجسدوا الإسلام واقعا في حياتهم